لما جاتني الدعوة من من سفرج أن أنا أجي أشتغل في نادي سموحة هو طبعاً قبل أن أنا أجي أشتغل في نادي سموحة فهو صديقي وأخويا وحبيبي وعلاقة ممتدة قديمة يعني لكن كنت جاي متخيل أن أنا حشوف ملعب كرة وشوية منشآت لكن فجعت أن أنا في قرية أولمبية يعني عشرات حمامات السباحة وعشرات الملاعب وعشرات الإكويبمنت اللي محتاجها قرية أولمبية يعني مش نادي يعني دخلت عنديها كبيرة كتير وحتى بر مصر وفي كل مكان في العالم لكن أنا شايف أنه هو يعني عامل معجزة في إسكندرية اسمها نادي سموحة طبعاً يعني أول لقاء معاه قلت له أنا كنت جاي فاكر أن أنا جاي ملعب وغرفة ملابس وشوية ملاعب لكن أنا لأن ما كنتش فعلاً دخلت نادي سموحة قبل كده أول مرة كنت أخش نادي سموحة فحاجة رائعة وشيء رائع مناله التوفيق وطبعاً أنا دعمه جداً وهو حقه أن كل الناس تدعموا لأنه اللي بيعملوا في نادي سموحة وخصوصاً كمان في الحيز اللي أنا فيه في فرقة كرة القدم وشطرته في إدارة الملف ده بشكل كبير جداً اللي هو يعتبر عنوان لنادي سموحة نادي سموحة كبير في كل الألعاب وفي كل وطبعاً عنده أبطال في كل الألعاب لكن برضو كرة القدم تظل يعني العنوان الرئيسي لأي نادي يعني فطبعاً فريق كرة القدم بيتكلم عن نفسه يعني خلال 10-15 سنة نفس على بطولة الدوري وفرقها ده في خسر البطولة ونفس على بطولة الكاس واللعاب في الكونفدرالية السنة اللي فاتت نفسنا على المربع الزهبي لعيبة بتيجي برؤية يعني ساقبة جداً منه وطبعاً بالشرك مع كابتن أحمد سامي طبعاً مدرب كبير جداً برضو استقدمه هو أسسن فيه إنه هو حيبقى حاجة كبيرة وهو فعلاً مدرب يستحق إنه هو يكون في مكانة كبيرة استقدم لعبين مبشرين بتلاقيهم بعد كده سنة سنتين كل الأندية بتتهافت عليهم أنا طبعاً يعني شاهدت فيه مجروحة وأنا شخصياً محبتي لي يعني قديمة ولما جيت هنا كمان يعني اكتشفت إنه هو شخصية جديرة بالاحترام وجديرة بإنه هو الثقة بتاعت الناس تكون موجودة فيه لإنه فعلاً يستحق هو رجل أعمال وراجل صناعة وفكرة إن كرة القدم تبقى صناعة بالنادي بيها من زمان هو شغال فيها من بدر جداً يعني بيستقدم لعيبها لسه محدش يعرفها كويس وتسقل في نادي سموحها ويعني زي ما تكون مصنع بينتج إنتاج كويس والإنتاج ده بيصدر للآخرين بأرقام كويس حتى في أزمة كورونا حتى في كل الأزمات ما حسناش إحنا كفريق كورا إن في خلل ما في أي جانب من جوانب لا التدريب ولا الرواتب ولا أي حاجة خلص يعني كانت كل حاجة ماشية متساستما بشكل جيد جداً لإنه هو عنده الرؤية دي وعنده حتى كان يقول مثلاً إن المسألة دي حتنتهي بعد كذا شهر وبيبقى حاسب الدنيا كويس لإنه هو يعني ابن سوق يعني راجل إيه ديه في العملية وناجح جداً في إنه هو يدير مؤسسة كبيرة بلا خلال ولا يعني أنا شايف يعني سعادة الأعضاء ونشوفهم في الحاجات اللي معمولة لهم الخدمات اللي معمولة لهم تراك كبير جداً في أكتر من تراك الناس تتريد فيه صلاة مغطاة وجيمنيزي يمز كتير جداً في النادي حاجة يعني رأي أنا صراحة مؤمن يعني في حالة انبهار من اللي موجود في نادي سموها اشتركوا في القناة